إذا أحبك الله تيسرت كل مشاكلك لن تكون هناك في الحياة متاعب أو آلام أو جروح لأن الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا يَزَالَ عَبْدِي يَتَقَرْبْ إِلَيَّ بِالنْوَافِلْ حَتَّى أَحِبُّهُ فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها شوفوا المعية معية الله سبحانه وتعالى ورعايته ورحمته وكرمه تكفلك في كل شيء الله ولي الذين أملوا يتولاهم برعايته وكرمه وفيضه وهو سبحانه وتعالى أرحم الرحمين ومن هذه الأسواب كما ذكرنا قبل ذلك تضبر فؤان كريم أعظم وسيلة لترسيخ محبة الله في القلب وقسرة ذكر الله سبحانه وتعالى والحقيقة التفكر ينبغي أن يكون أولا يتفكر الإنسان في الكون فيما يراه يقول ربنا عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لألأ الباب ولكن من هم الذين يتفكرون يقول ربنا عز وجل في الآية ثلاثة بعدها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ننظر هنا حقيقة هامة جدا هذا الكون العظيم نحن نألفه في كل وقت وفي كل حين السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى السماء الأولى والسماء الثانية كل هذه السماوات السبع تعتار بالنسبة الكرسي كحلقة في فلاه يعني زيما كنت ترمي خاتم في صحراء عريضة والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن العرش العظيم هو حلقة في فلاه كخاتم صغير ترميه في صحراء فسبحان ربنا العظيم رب العرش العظيم إذن نتفكر في هذا الكون والحقيقة التفكر في أسماء الله الحسنة مهم جدا لأن إذا تفكرت في أسماء الله وتدبرتها وفهمتها فهمة جيدا فإن هذا يرسخ المحبة في القلب ولننظر الحقيقة تفكر في أسماء الله الحسنة ربنا سبحانه وتعالى هو أرحمه يقول ربنا عزيزان أنه سبحانه وتعالى الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فسبحانه وتعالى حي لا يموت وهو قيوم قائم على كل شيء بما كسبت وإن الله يمسك استماوات والأرض أن تزولها نتفكر أنه سبحانه وتعالى هو العي العظيم نتفكر في أسماء الله الحسنة أنه سبحانه وتعالى هو الحي القيوم وأنه سبحانه وتعالى هو الفرد السمد أيضا نتفكر في أنفسنا يقول ربنا عزيزان وفي أنفسكم أفلا تبصرون الحقيقة لحقيقة جسم الإنسان بيحتوي على آيات عظيمة جدا مئات الألاف من الآيات العظيمة الجبارة التي تجعل أن هذا الجسد قد خلق بيد الله عز وجل المبدع وفي أنفسكم أفلا تبصرون والحقيقة ماذا يحدث كل دقيقة أمر قريب جدا في كل دقيقة يسافر الدم مسافة 1500 كيلو في الأوعيات الدموية في الجسم وكل دقيقة يولد جسمك 400 وط من الطاقة وكل دقيقة يدق القلب 72 مرة وكل دقيقة يتم إنتاج 144 مليون خلية دم حمراء في خلايا بتموت وخلايا بتتوالد في كل دقيقة فسبحان ربنا عز وجل العظيم الخالق المبدع الإنسان يتفكر في رسائل الله عز وجل ربنا عز وجل يرسل لنا رسائل والشاطر بقى هو الذي يعتبر بالأقارين يتجل الإنسان ما شاء الله أوتي من القوة والصراء وكل الإمكانيات ولكنه يظلم ثم ينهار هذا الإنسان ويصبح عجوب وأضحوك بين الناس قراءة رسائله في أنفسنا وفي الآخرين والتفكر في الكون والتفكر في أسماء الله الحسن والتفكر في نعم الله عز وجل هام جدنا لتحقيق المحبة في قلب ونعم الله عز وجل كثيرة علينا يكفي أن الله عز وجل جعلنا آدميين وربنا عز وجل كرم آدم خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعطاه العقل والإبداع وعلم آدم الأسماء كلها وأمر الملائكة أن تسجد له وسخر له ما في السموات وما في الأرض ولكن سبحانه وتعالى هذا الكرم العظيم ترك لنا شيء واحد بس اختياري حتى تنعم بكل هذه النعم وهو أن تتخير منهج الله عز وجل فلو الإنسان صار على منهج الله صحوه وتعالى سيتأكد ويعلم جيدا أن كل هذه النعم سينعم بها أن كان آدميا بهذا التكريم